بسم الله الرحمن الرحيم لغرض إيضاح الإجراءات الحكومية بشأن معالجة أزمة الكهرباء نقدم هذا التوضيح وهو يأتي ضمن سياق اعتمدناه منذ بدء عمل الحكومة في المكاشفة والمصارحة مع أبناء شعبنا الكريم منذ بدء عمل الحكومة ومراجعة الملفات شخصنا الأسباب الحقيقية التي تلامس أزمة الكهرباء طيلة السنوات الماضية ووضعنا أمامها حلول حلول متعددة منها حلول آنية وحلول متوسطة ومبعيدة المدى الحلول الآنية باشرنا منذ الشهر الأول لعمل الحكومة في عام 2022 لأنه بصراحة نتوقع أكو أزمة ستصير معروفة عندنا هذه القضية بالتحديد في بداية فصل الصيف في كل موسم تحصل هذه الأزمة ويسمع المواطن أنه توقف الغاز توقفت البحطات الكهرباء وبدأت هذه الخدمة تسوء بالشكل الذي يعاني منه المواطن دائما لذلك توجهنا بقوة نحو إجراءات أعمال الصيانة صيانة كل المحطات في الوحدات التوليدية ولله الحمد أكملناها قبل موسم الصيف يمكن يتذكر بعض أنه في أزمات سابقة كانت الأعمال الصيانة تجرى في وقت الدروة دروة الصيف والحر الشديدة بهذا الموسم لا أكملنا الصيانة لذلك كل المحطات تعمل أيضا ذهبنا للتعاقد مع شركة سيمينس لنصب منظومات التبريد هذه المنظومات هذا الإجراء وفرنا طاقة كهربائية بحدود 797 ميجاوات بدون وقود كذلك سارعنا العمل باتجاه إكمال تنفيذ المحطات التي كانت قيد التنفيذ من مشاريع المتأخرة وافتتحنا محطة في محافظة صراح الدين ساهمت في رفض المنظومة بـ 600 ميجاوات إضافة إلى عمل كبير ومهم على مستوى فك الاختناقات وإنجاز المحطات التحويلية في بغداد والمحافظات هذه كلها وفرت للمنظومة الكهربائية بحدود أربعة إلى خمسة آلاف ميجاوات إضافة إلى الإنتاج الفعلي الذي هو ثابت بين 20 إلى 21 قبل فترة يمكن أعلنت وزاعة الكهرباء أنه لأول مرة يصل الإنتاج إلى 26 ألف ميجاوات الإنتاج وصل إلى هذا الرقم بفعل هذه الحلول ولولا هذه الإجراءات يمكن كانت المشكلة تكون أكبر وأعمق انتقلنا في الستة أشهر السبعة أشهر الماضية للحلول المتوسطة والتي نعتقد بأنها هي الحل الحقيقي لأزمة الكهرباء واستيراد الغاز الذي تعتمد عليه المحطات التوليدة اندفعنا بقوة نحو إبرام الاتفاق مع شركة توتال بعد تصفية كل الملاحظات والتفاوث ويمكن قبل يوم شهدنا التوقيع والمباشرة بالتنفيذ هذا العقد أو هذه الاتفاقية التي تتضمن أربعة عقود العقد الذي يتضمن توفير أو استثمار الغاز المصاحب سيوفر لنا حدوث ستمائة مليون قدم وكعب قياسي أيضا تم إقرار الجولة الخامسة لاستثمار الغاز المصاحب وبعض الحقول استثمرنا فيها الغاز الطبيعي وكان هذا واحد من أهم القرارات ضمن الخطة متوسطة المدى هذه الجولة الشركات الإماراتية باشرت في ثلاثة حقول والشركات الصينية قيد المباشرة من المؤمل أن إكمال مشاريع هذه الجولة سوف يوفر لنا بين 550 إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي كذلك ذهبنا باتجاه إكمال مشاريع شركة غاز البصرة افتتح السيد وزير النفط قبل فترة إذا تتذكرون الجزء الأول 200 مليون قدم مكعب وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام سوف يتم إكمال الجزء الثاني أيضا 200 مليون قدم مكعب هذه المشاريع سوف تغنينا عن أي كمية غاز مستورة هذه الحلول الحقيقية للأزمة ولي اعتمادنا على الغاز العراقي الذي سوف يقوم أو يوفر لنا الفرصة في تشغيل محطات توليد الكهربائي هذه الكمية المتأتية من هذه المشاريع عقود توتال جولة التراخيص الخامسة وغاز البصرة سوف تغنينا عن الغاز المستورد خلال سنتين إلى تلافة والتأكيد سوف يكون حل نهائي لهذه الأزمة كذلك من ضمن الحلول المتوسطة أو البعيدة المدى هو استكمال الربط البيني مع كل من هيئة الربط الخليجي والربط مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن الشقيق هذه المشاريع سوف توفر لنا تكامل في خدمات الكهرباء وتساهم في تزويد ورفع طاقة الكهربائية باشرنا في التصاميم مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن الشقيق نحن في طور الانتهاء من الربط في المرحلة الأولى وتم توقيع العقود مع هيئة الربط الخليجي بعد إكمال المسوحات والتصاميم هذه خطة الخطة المتوسطة المدى والطويلة المدى خلال هذه الفترة وبسبب إشكالية مستحقات الغاز الإيراني ووجود العقوبات الأمريكية كان هناك اتفاق في عام 2018 يقضي بآلية آلية المساعدات أو المواد الإنسانية غذائية والدواء للأسف هذه الآلية متعثرة بسبب التجديد في العقوبات والإجراءات المعقدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية رغم ذلك جهدنا أسفرت خلال الفترة الماضية عن تحويل مبالغ بحدود 1 مليار و815 مليون يورو رغم التعقيدات والإجراءات والروتين في هذا الشأن طبعا العراق مسدد كل التزامات هذه الالتزامات موضوعة في حساب الشركات الإيرانية في بنق التجار العراقي التي وصلت إلى أكثر من 11 مليار يورو في واحد تموز كان التجهيز طبيعي جدا تبكرنا من الوصول إلى 16 ساعة إلى 18 ساعة تشغيل باليوم في نفس اليوم وبسبب عدم ورود الموافقات المطلوبة من الجانب الأمريكي على تحويل المبالغ الإيرانية الموجودة في الحساب TBI تم إيقاف إمدادات الغاز الإيراني بالتأكيد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه عقوبات اقتصادية وظروف صعبة عملية تجهيزنا بالغاز والكهرباء هذه تطلب مواد احتياطية ومنظومة متكاملة من العمل والأدوات الاحتياطية وكذلك كلف التشغيل وإجور العاملين والصيانة للمنظومات سواء كانت منظومات تصدير الغاز أو محطات الكهرباء في ظل آلية التحويل وتعقيدها لم نتمكن من الحصول على موافقة للتحويل هذه كامل المستحقات حتى تتبكن الجارة إيران من الاستمرار بالتجهيز فكان قرار إيقاف التجهيز الغاز بحدود 50% أكثر من 50% أثر بشكل واضح على الطاقة التوليدية منذ ذلك اليوم والحكومة من خلال الوزارات قمنا بسلسلة إجراءات لمعالجة هذه الأزمة وأثرها الواضح على المواطنين في عموم المحافظات كانت إجراءات معالجات أنا سميها بصراحة احتماد على وقود زيت القاز هذه السنة ولأول مرة عندنا خزين بحدود 500 ألف متر مكعب وهذا كان غير موجود كان أقصى خزين لا يتجاوز المئة ألف في مستودعات الوزارة في هذا العام وبعد إكمال مصفى كربلا تمكننا من إيقاف الاستيراد القاز وتأمين هذا الخزين الذي مكننا أن نشغل قسم من محطات الكهربائية بوقود الغاز بنفس الوقت قدرنا أنزيد الكميات الوقود للمولدات الأهلية أيضا من ضمن المعالجات أوقفنا تحويل الغاز لمصانع الأسمدة والبترو كيميائيات حولناها إلى محطات التوليد هذه معالجات لكن بنفس الوقت كنا في حالة من التفاوض والعمل المستمر لإيجاد حلول نتجاوز هذه المشكلة اليوم انتخذنا ثلاث قرارات في مجلس الوزراء القرار الأهم وبعده تفاوض مع الجانب الإيراني كان هناك وفد موجود منذ يوم السبت وحصلت اجتماعات مستمرة انتهت إلى الاتفاق على محضر وقدم هذا المحضر إلى مجلس الوزراء حيث اتخذنا قرار بالمقايضة العينية أي أننا نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الغاز الإيراني بهذه الطريقة راح نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز وبنفس الوقت الإيفاء بالتزامنا بتزديد مستحقات هذا الغاز المستورد هذا الاتفاق راح يوفر للعراق الأموال ويجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين نحن حتى نكمل مشاريعنا التي تحدثنا عنها مشاريع الغاز توتال والجولة الخامسة تحتاج وقت سنتين إلى ثلاثة وما نقدر نحن خلال السنتين ثلاثة كل موسم صيف نجينا نتحدث للمواطن ونقل وقفوا الغاز أطلقوا الغاز صرفوا المستحقات أوقفوا المستحقات هذا بالتأكيد واضح أمامنا لم يؤدي إلى نتيجة وساهم في خلق هذا الإرباك في جانب خدمي مطلوب للمواطنين اتخذنا هذا القرار المهم الذي يتخذ لأول مرة حتى ننهي هذه المشكلة بالكامل بالتأكيد هذا القرار هو ضمن السياقات الرسمية والقانونية وهو ضمن التزامنا في إنتاج النفط وفق حصة أوبك وأيضا ضمن السياقات القانونية مثل ما ذكرت ويستند إلى قانون الموازنة لأنه لدينا تخصيصات مالية موجودة في موازنة الثلاث سنوات قبال هذه التخصيصات سوف نقوم بعملية المقايضة للنفط الخام والنفط الأسود تم التوقيع المحظر اليوم وحصل الاتفاق وعلى أساس هذا الاتفاق تم استئناف استيرات الغاز الإيراني حيث تم إطلاق عشر مليون ومن المؤمل أن تتصاعد الكمية اليوم مساء حتى تكتمل الكمية المتعاقد عليها التي تمكن وزارة الكهرباء من تشغيل كامل المحطات الكهربائية إضافة إلى هذا القرار المهم اتخذنا قرار خفضنا سعر منتوج زيت الغاز المجهز للمولدات الأهلية من 400 دينار إلى 250 دينار للتر الواحد وكذلك القرار الثاني أيضا خطوة مهمة كانت معطلة بسبب إشكالات ونقاشات وجدل هذا الذي يحصل في داخل أروقت الوزارات للأسف والذي يعطل خدمات مهمة اليوم موافقنا وخولنا وزارة النفط أن تتعاقد مع شركات في إقليم كردستان تنتج الغاز ورح نتمكن من خلال هذه الكميات تشغيل أيضا محطاتنا التوليدية بهذه القرارات نستطيع القول أننا سوف نعود إلى نفس الاستقرار في تجهيز الكهرباء للمواطنين هذا الحل سوف يوفر لنا الاستقرار الذي نحتاجه وصولا إلى أنجاز مشارعنا التي بدأناها في استثمار الغاز العراقي وصولا إلى الاكتفاء والاستغناء عن الغاز المستورد إن شاء الله متواصلون مع أبناء الشعب في كل الجهود وعرض كل الجهود والإجراءات ومستمرون بالعمل من أجل مواجهة الأزمات والتحديات بكل عزيمة وثبات وبخطط واقعية وإجراءات جديدة تضع مصلحة العراق والشعب العراقي أولا وأخيرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا